ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ومسلمين انظر إلى رسولك ومن أحدهم هذا أول مرة أن تسمع ما كان يبدو ربيتك لقد رأيت شخص من مستشفى ظاهر الوضاء أبلج الوجه رأيت شخص من نجد كم ترميزه ترجمة نانسي قنقر وفي عينيه دعج وفي صوته صحل وفي عنقه سطع And his neck was elegantly long وفي لحيته كثاثه His beard was full and thick overwhelmingly moist His eyebrows were arced But they were not joint It was separated In صمت فاليه الوقار When he was silent Dignity covered him وإن تكلما سماه وعلاه البвеاء وعندما قالتهم، كان يكلف ودوماً بكتب من دائم أجمل الناس وابهاهم من بعيد من المبارد في أسأل يطلوق من الأسفل وإن أجملهم من بعيد وعندما قالتهم وطلوق من أجملهم من قريب ومدهماً والعقل منهم في حلو المنطق فصل لا نظر ولا هذر كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن فصل له رفقا يحفون به وصفون به وصفون به الناس الذين كانوا معه كانوا يعملون فيه كنا نحاولون وحاولونه في قال إسمعوا لقوله عندما كان يقول شيئا يقولون أنهم عاون ما كان يقولون وَإِن أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَى أَمْرِهِ عندما كان يقصر يقصروا أنهم يقصروا لتنقرر على المقصر هذا هو محمد رسول الله هذا هو محمد رسول الله وعندما يقولون قال ايضا ايضا一 سنة ايضا 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 و أنا في انها الجلد مطابعة انها الجلد استفرامة انها طويلة انها فقط انها مباشرة محطة بلت축ه انه مرحباً رسموفة صلحاً مسبقاً من مسبقاً ولذلك الفرمان كان فابريعاً لذا فلسل بعد في عام للبناء وانه قُلقى الفرمان وانتظر جيدًا لذاث不起 إنيتعي إذا الجيد هم جيدًا سمي فرماني سمي جيدًا لذاث不起 أو غرماني بوضع وانتظر وأنا نرى وقد أردت بأنه بقم ما فيه لذلك أردت أنه مرأة وأردت 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 أنه قال والله هو حيني من المرأة هذا هو فقط شراء رسولك عائشة رضي الله عنها قال كانت نسجة جنب وإنه كان من خلال ربح أستطيع أن أشتبه I said, يا رسول!, I can't find it. He moved his face close, and I swear, out of the radiance of his face, I found my needle. And the Prophet ﷺ was mind-bogglingly handsome, but his handsomeness was covered with Waqar in Jalal, in Haybah. The sahaba say, when we used to sit at his feet, two feelings conflicting would come on the heart the first one you wanted to look at him you wanted to behold the majesty of his face and when you wanted to look up shyness used to overtake you so you used to look down Amr ibn al-As says I sat with him many times but if you ask me to describe his face I can't describe it I wouldn't be able to look up to him إجلالا وتعظيما أنا لا يمكنني أن نرى له وأن هذا هو لم يكن لديه المشكلة التي يوجد عليه السلام لديه لأنه كان سيئاً لنرى رسول